ما ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم بخصوص صور القرآن يعني حضرتك مثلا صورة الكهف فضل صورة الكهف الأمر واسع سهل عن صورة محددة الكهف نعم ورد فيها في قراءة العصر آيات الأول منها أن حلز من الدجال ثابت صحيح أما الحديث الذي هو من قرأ صورة الكهف جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها أو أضاء الله له نورا بينه وبين البيت العتيق فأذا لا يثبت عن رسول الله إنما ورد موقوفا ورد موقوفا على أبي سعيد الخدري في بعض الروايات من طريق هشيم بن بشير بالسند إلى أبي سعيد الخدري من قرأ صورة الكهف يوم الجمعة ورواية أخرى عن هشيم بن بشير من قرأ صورة الكهف ليلة الجمعة ورواية عن شعبه وسفيان بدون ذكر يوم الجمعة وليلتها فمن نحن الوقف ممكن تجد سندا صحيحا عن هشيم بن بشير إلى أبي سعيد الخدري أصنع عن أبي مجلس عن أبي سعيد المهم من هشيم إلى أبي سعيد سند سابت لكن خلف هشيم البعض الروايس ذكر لم يذكر الجمعة ولا ليلة الجمعة لم يذكر اليوم ولا الليلة وهشيم اختلف عليه مرة يوم ومرة ليلة لكنه موقوف فإذا ثبت أصر هشيم عن أبي سعيد الخدري وهو ثابت الإسناد إلا أن لمعارض أن يعارض ويقول خلف من شعبه وسفيان ولم يذكر يوم الجمعة لكن من يقبل زيادة السقة سيقبل هذه الزيادة فسيكون موقوفا على أبي سعيد الخدري وهنا يتجه القول الآخر هل هذا يقال من قبيل الرأي أو لا يقال من قبيل الرأي فمن العلماء من قال هذا يدخل في الأشياء التي لا تقال من قبيل الرأي ولا يقال إنها من الإسرائيليات لأن صورة الكافي لم تكن في بني إسرائيل والله أعلم